السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الفيديو جديد هنمن مع بعض النهاردة ان شاء الله البزبوسة بطريقة سهلة جدا وبسيطة للناس اللي ما بتنجحش معهم وان شاء الله سألعجبكم تنسيش تعميل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلي زرار الجرس لو اول مرة تشوفيني هنحضر النهاردة البزبوسة بالاكياس الجهزة وهنحضر لك الطريقة الثانية ان شاء الله هنزل لك الفيديو بتاعها قريب اللي هي بدقيق السيمولينا هنضيف الكسين من اكياس البزبوسة الجهزة اللي هي مركيز مثلا وكباية صغيرة من السمنة او الزبدة المذابة وهنقلب المكونات دي وهنضيف عليهم معلقة لربعة كبيرة من الباكينج باودر انا عايز اقولك انها هتطلع متمسكة جدا ونكحة جدا قلبت المكونات مع بعضها كويس بالشكل ده وبعد كده هضيف كباية كبيرة من الزبادي زي شب الميا كده بس وهنقلبهم مع بعض كويس وهنقلبهم واحضر صانية كومة 26 يعني الكسين البزبوسة دول في صانية 26 عشان تطلع متماسكة معي اكتر ودهنت الصانية بالزبدة او بالزيت او اي مادة دهنية وهبتدي ان انا حط المكونات فيها وهسويها جوه الصانية وزي ما قلتلك دي الطريقة اللي بتتعمل بالاكياس الجهزة عشان تطلع مزبوطة معيك كتير بيشتكوا انهم لما بيعملوا بزبوسة بالاكياس الجهزة بتبقى مفرولة قوي ومش بيقدروا انهم يقطعوها وقطع او كده فلازم نحتاج ان احنا نعملها بكسين مش بكيس واحد زي ما قلتلك الصانية 100 26 هسويها بالشكل اللي انت شايفة ووضيك عليها اي نوع من انواع المكسرات انت تحبيه انا حبيت احط البندق تقدر تحطي اي حاجة انت حبيها او ما تحطيش حاجة خالصة وبدخلها فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 بتاخذ من ثلث النص ساعة علشان تاخذ اللون الدهبي اللي انت شايف هذا ويكون استوب معيه كويس وطبعا لازم نكون محضرين الشربات والشربات بتاعها هيكون بارد اللي بيكون عبارة عن كوبايتين من السكر وتلك كوبايت من المياه وعصير نص لامونة بنرفعها مع النار لغاية ما يتقل شوية ودلوقتي هي لسه طلعه هي صخنة هنبتدي ان احنا نسقيها للشربات على فرن وطبعا الشربات زي ما قلتلك بيكون بارد والبسبوسة سخنة ودي من اهم اسرار نجاحها خلص كده هسيبها بقتها شوية قبل ان ابتدي اقطعها وورها لك وهنا اقطعت لك كتا عشان اورها لك جميلة جدا منتهر روعة واتمنى الفيديو كنا لأعجابكم ولو اعجابكم ما تبخلوش عليا باللايك والشير للفيديو واشترك لو لسه ما اشتركتوش والسلام عليكم اشتركوا في القناة